زي ما هيقول للغاني اديني حساب وكالتك هيقول للفقير اديني حساب وكالتك طب يقوللي طب الغاني يقول لو حساب وكالتك يعني صرفت على نفسك وبس ولا على الفقر والمساكين والمحتاجين والغلابة طب والفقري هيقول龍و اديني حساب وكالتك اديتك فقر شكرت ورضيت ولا تزمرت وتغضيت وعدت تقوله هف هف أنا من دول الناس حطط علينا ومش لقيين اللقمة ويحصل وبيحصل ويحصل أمور كتيرة لا ذهبكم وفضتكم صدقة وصدقهما يكون شهادة عليكم وبعدين خلي بالكم اللي جاي ويأكل لحومكم كنار يعني إيه يعني ربنا يفضل يبعث لك رسالة 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 وانت ودن من طين وودن من عجين يقولك طيب أنا أخليك تطلع الفلوس دي كنار تأخذ ضربة تجري على كل الأماكن تصرف كل فلوسك أدي معنى كلمة ياكل لحومكم كنار ليه؟ لأنكم قد كنستم في الأيام الأخيرة خلي بالكم الأيام الأخيرة بالنسبة لليهود آخر النموس لما يتهد الهيكل وتخرب ورشاليم لكن برضو في أيام أخيرة احنا عايشين هادي الوقت فاكر في مرة وأنا في بولاء سنة 78 كان فيه بيت من تبع الوقف بتاع الكاتدرائية لأن فيه وقف كتير عندنا ببولاء تبع الكاتدرائية والبيت ده قايل للسخوط والحكومة أمرت بإخلاء البيت وفيه أسرة مش عايزة تطلع حولوا يطلعهم بأي طريقة ما ما دروش وري من الكنيسة جوني وبعدين كلموني قالوا لي ده البيت بيقع ده التراب نازل دلوقت يعني ساعة ولا ساعتين والبيت يقع تعال اتصرف مع ولادك دول بيقولوا لي كده تعال اتصرف مع ولادك دول فبعدت لهم واحد قلت لهم تعالوا ألا مش جايين قلت لهم تعالوا نصلي مع بعض عشان ربنا يحللكم المشكلة لما سمعوا أن المشكلة تتحل جمع دخلنا وقلت لهم يلا نصلي مع بعض صلاة النوم وقفوا معاي وعدنا نصلي صلاة النوم قبل ما تخلص صلاة النوم كان البيت تطربق ونزل قعدوا يتخنقوا معاي العزال بتاعنا قلت لهم ما قالوا لكم شيلوا العزال مرضطوش أنا كل اللي قدرت أعمله أنقذ أنفسكم أكتر من كده ما قدرتش أعمل حاجة تصور بقى لما واحد يبقى بيته قايل للسقوط وتمشي تلاقيه وقف يركب ورق حاقت في البيت بتعمل إيه؟ بركب ورق حاقت ده هيقع ده هتولع مسك فيها بإيديك وسنانك ليه؟ أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة؟ أي أناس؟ هي خلصانة والعلامات واضحة واللي مش شايف يبقى أعمى مش العزال بس كل العلامات اللي بتحصل حواليكم سؤال جاوب بينك وبين نفسك من ساعة ما تولدت لغاية النهاردة هل مريت بأيام زي الأيام اللي احنا فيها؟ ده أصبح دلوقتي الموت ما بيفرقش يقولك 13 ماتوا ولا تأثر عندنا مش عارف 640 ولا كام قالهم الفيروس ولا بتأثر عادي عادي هل إحنا بقى عندنا عدم إحساس؟ ليه؟ ليه ما نستيقص ده بيقولك بطرس اصحوا ممنطقين أحقاء ذهنكم بالحق كلمة ربنا يأكل لحومكم كنار قد كنستم في الأيام الأخيرة طب والكنز جات من إيه؟ هو زى أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم المبخوسة عارف يعني المبخوسة؟ يعني خلهم حصدوا الأرض بأقل فلوس أرض مثلاً تتحصد بألفين جنيه خلهم تتحصد بمتين جنيه وعجبكم عجبكم مش عجبكم بلاش اوعى اوعى تظلم حد اوعى تظلم أجير ترجمة نانسي قنقر